معنا من بيروت مرسلنا سلمان العنداري إذن سلمان كيف تجري الأمور في بيروت الآن إن كان لجهة عدد الإصابات وأيضا إلى موضوع اعتماد فايزر وتوزيعه على الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحسب وزير الصحة بالفعل وزير الصحة أعلن بأنه تم حجز مليوني جرعة من فايزر لقاح فايزر بعد ثمانية أسابيع يفترض أن تبدأ الدفعة الأولى من هذه اللقاحات بالوصول إلى لبنان دفع المصرف المركزي أربع مليون دولار كدفعة أولى ولكن قيمة هذه الصفقة تبلغ تقيما ثمانية عشر مليون دولار ولبنان يواجه أزمات مالية ولكن هناك تفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار هناك أيضا تفاوض مع موديرنا يفترض أن يصل هذا اللقاح إلى لبنان منتصف العام المقبل أيضا مع منظمة كوفاكس التي تعنى بتأمين بعض اللقاحات للدول الأكثر فقرا ولكن هناك جدل سياسي حول موضوع اللقاحات اليوم كاتب مقرب من رئيس الجمهورية كتب في مقال بأن رئيس الجمهورية سيمتنع عن أخذ أي لقاح مضاد لفيروس كورونا وهو يتخذ الاحتياطات اللازمة أيضا هناك تصريح لأمين عام حزب الله بالأمس تحدث بأنه لن يأخذ أي لقاح أمريكي هنا ندخل في دائرة التسييس والجدل حول اللقاحات إضافة إلى ذلك كان هناك علامات استفهام حول التوزيع العادل للقاح في لبنان خصوصا على وقع التسييس والزبائنية السياسية هناك تصريح للدكتور فراس أبيض مدير مستشفى جامعة رفيق الحريري تحدث أيضا بضرورة التوزيع العادل على كل الفئات المستضعفة والمستهدفة فيما يتعلق بفيروس كورونا أما بالنسبة للإصابات الإصابات مرتفعة هناك تحذيرات من ارتفاع كبير في لبنان بالإصابات خلال الأيام المقبلة خصوصا وأننا في فترة أعياد ونهاية العام وبالتالي الإغلاق قد يكون قرارا حتميا مع بداية العام الجديد في حال ارتفعت الإصابات بشكل كبير في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات من بيروت مرسلنا سلمان العنداري